سهل الفل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتنا مين الماجد يارب تكونوا بالف خير وصحة وسعادة وتكون دايما واصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم واهم حاجات تكون سهلة عليكم في التنفيذ طبعا نضفت لكم البتجاز والمطبخ والحمام كل الحاجات دي نضفت ورجعت زي الفل كأنها جديدة وعملنا كمان سائل تنظيف للاطباق حل الاطباق والمكان كله نضيف وزي الفل تعالوا ندخل بقى فرشات النهاردة هقول لكم طريق التنظيف الستاير وطريق التنظيف البيضات والمخدات الفايبر والكلام ده كله جوه الغسالة وهترجع جديدة جديدة حرفيا بدون دعك ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجة خالص مش بس كده ده انا هقول لكم زي تنظفوا السجاد بتاعكم بالمكنسة الكهرباء او من غير المكنسة الكهرباء بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تخسلوه خاص ولا تنقلوه المكانه جوه مكانه كده وهتنظفوا السجاد هيرجع جديد حرفيا كل ده هتشوفوه معي النهاردة بس لو لسه ما شاركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة الشراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتصابها في قناتي اتمنى توصلوا دعمكم وانتصابكم في القناة ويلا نبدأ حلالا اولا نسيت الكل عشان تعرفي سبب ان الغسيل بتاعك بيبقى لونه اصفر او مطلعش بنفس كفاءة البيض بتاع الغسيل اللي ننظيف الحلو ده عيب الغسالة يبقى اول حاجة لازم تنظف الغسالة بتاعتك كويس جدا جدا مش كفاية ابدا انك تعمليلها دورة خل لان دورة الخل باختصار شديد او بتشيل ترسبات لكن ما بتنظفش الفلاتر الجوه الغسالة فبالتالي بيفضل الصفار جوه الغسالة طيب هنعمل ايه هنشوف دلوقتي هنعمل ايه هنطلع الغسالة اوتوماتيك كده في مكان آآ بعيد شوية وبالمرة دي يكون طريق التنظيف للغسالة يعني صيانة ليها كده وتنظيف ليها قبل ما نبتدي بقى العيد وكده آآ طبعا زي ما انتم شايفين ده اللي بيعمل ريحة وحشة في الغسالة الكوتش بتاع الغسالة او الكوتشوك بتاع الغسالة لما بيكون مش نظيف او بتتراكم حوالي الاوساح او التراب ده بيأثر على ريحة الغسيل الناس اللي بتشكي ان ريحة الغسيل مش حلوة هو ده السبب تاني حاجة التكلسات اللي في الغسالة او بتحسوا كده ان الغسيل مش بينضف بيكون سببه درج الغسالة درج الغسالة طبعا الغسالة بتاخد من الدرج والمسحوق فالدرج لو مش نضيف بالشكل الكافي ده بيخلي الغسيل بتاعك ريحة وحشة ومش بينضف ابدا طيب والفلتر الفلتر ده احيانا بيكون مالا خلاص من الحاجات لازم ينضف وكمان الفلتر لو ما تنضفش كويس بيخلي ريحة الغسيل برضو مش لطيفة هنفق الحاجات دي كلها وهنديه دلوقتي طبقة حط في مياه يفضل مياه تكون سخنة عشان خاطر تنضف معايا وسائل الاطباق اللي انا عام له لكم واسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وكمان معايا نصف فنجان من الخل سائل الاطباق حطه كده معلقتين ومعلقة من البيكاربونات او الملح اللموني المتوفر عندكم تقلبهم كويس وتنقعوا كل الحاجات دي جواها لقى بشرط ان الحاجات دي كلها تتغطى بالمية الدفية بيها الحاجات دي كلها ونجيب طبقة تاني ونحط فيه برضو مياه سخنة ونحط ملح لمون ونحط خل بالطريقة دي وهنبتدي بقى ان احنا نزود مياه من الكاتل اللي عايزين مياه بقى سخنة جدا 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 عشان ننضف بقى خالص بقاش فيه اي نوع من انواع الترسبات جوا الغسيلة دي بقى هنمسك بقى المياه دي وهننضف منها جسم الفلتر من جوه مش شرط بس ان انتوا تنضفوا الفلتر لو نضفتوا الفلتر بس وسيبتوا لجوه الترسبات دي تأكدوا كان لكم عملتوش حاجة لانتوا هتدخلوا الفلتر برضو هيتوسخ تاني وبردو الغسيل هيبقى ريحته مش حلوة تاني في ناس كتير جدا بتشتكي من غسلة اوتوماتيك تقول الغسلة اوتوماتيك مش بتنظف لأ الغسلة اوتوماتيك بتنظف وزي الفل بس اهم حاجة ان هي لازم تبقى انضيفة عشان تديك الكفاءة التامة طبعا غسلته كويس جدا ونشفته بفوطة انضيفة وزي ما انتوا شايفين طبعا فرق كبير بين الحاجة الاولى والحاجة التانية زي ما انتوا شايفين كده بنظف حلو جدا بدخل الفوطة للاخر فوطة نشفة وطبعا ما بنساش ان انا انضف حوالين الغسلة بالشكل ده كده انا نضفت الفلتر بتاعي كده ضمنت ان الغسيل بتاعي ان شاء الله مش هيكون في اي ريحة وحشة خالص نيجي بقى للكاويتش اللي هو بيبقى سبب اساسي في الكم كامر بتاحت الغسيل لازم انضفه كويس جدا بزي ما انتوا شايفين كده انا جايب الفورشة دي حلو جدا حلوة خالص في تنظيف الغسيل وتنظيف الغسالة وتنظيف الحلة بتاحت الغسالة ببدأ ان انا ادعك بيها بالشكل ده وبتدي بقى ان انا انشفه كويس جدا جدا عشان ما يبقاش في اي مياه مهم جدا ان انا بعد كل غسلة والتانية ابتدي ان انا انضف الغسالة بفوق تنظيفها نشفة بجيب بصلة وما تستغربوش من الحاجات دي بجيب بصلة وابتدي ان انا اه احطها في الغسالة بالشكل ده امشيها على ازاز الغسالة وبعدها هساء الاطباق هتلاحظوا ان الغسالة رجعت كأنها جديدة تبصوا وانا بطوقها كده كأنها جديدة فعلا ولا كأني فيها اي بعد كده الغسالة نطفت الحلة والفلتر والكاوتشوك بتاعها مفضلش معايا الا الدرج والدرج بتاع الغسالة وحوالين الدرج طبعا بمسح الحلة كويس جدا جدا من بخليش اي ميا او اي سوايل جواها طبعا بمسح الاول مكان الدرج بالشكل ده بخصيله كويس جدا جدا ملح اللمون بيفور اي بقع واي صفار وبرجعه بديد جدا جدا ولا كأني فيه اي حاجة وبعد كده بقى ابتدي ان انا اضعك الدرج بتاعي من بواقي المسحوق وبواقي طبعا الصبون والحاجات اللي بنضيفها ومعطرات والحاجات دي كلها لازم كل الحاجات تتنظف كويس جدا بالشكل ده طبعا نضفنا الدرج نضفنا الفلاتر نضفنا الغسالة اه كمال ما ننساش خرطوم الغسالة لاني لازم يبقى كويس كدا ونضيف بنحطه جوا اه بمسحوق الغسيل وبنحط كمان جوا ميا مغلية شايفين اللي بيطلع حاجة صعبة جدا جدا كل ده طبعا بعد نضفنا الغسالة هنعمل ايه بقى عشان ننضف الغسالة زيادة او نزود نضافة الغسالة هنجيب معلقة من البيكنج بودر ونحط عليها ازازة من الخل ونعمل دورة خل للغسالة دلوقتي اقدر اقولكم ده ما عاد ان انتو تعملوا دورة الخل بعد كل التنظيف ده اه عشان دورة الخل بتاخد كل باقي الصبون اللي احنا نضفنا بها وتسحبها برا لغسالة بعد كده بقى اخسلي جوا الغسالة بتاعتك كل اللي مطلوب منك انك مع كل معلقة كل كوباية من المسحوق الغسالة الاطوماتيك تحطي نصف معلقة من ملح اللمون ونصف معلقة من البيكنج بودر لو كان الغسيل ابيض اي حاجة بيضة تخسيليها كوتشي مثلا لو هتخسلي مفارش هتخسلي اي حاجة بيضة تحطي معلقة من البيكنج بودر ومعلقة من الملح اللمون اما لو غسيم لون ما تحطيش اي حاجة وشوية خل بس هيرجعه الغسيم زهزه وزي الفل نيجي دلوقت زي هننظف السجاد على الناشف اول حاجة هنعملها هنفك المكنسة بتاعتنا خالص عشان خاطر نتأكد اني متهاش اي حاجة تمنع ان هي تنظف معايا التنظيف ده النهاردة ان المكنسة النهاردة لو ما كانش بالكفاءة الحلوة جدا مش هتنظف التنظيف اللي انتو هتشوفوه ناس كتير جدا بتشتكي ان المكنسة بتاعتها مش بتنظف حلو طبعا مش هتنظف حلو لو كانت بالمنظر ده يبقى احنا لازم اول حاجة نعملها نشيل كل الحاجات دي من المكنسة هنشيلها ازاي هنفك المكنسة خالص اول حاجة بنشيلها هو الكيس بتاع المكنسة طبعا بيبقى فيه تراب كتير جدا حواليه كله ده هيتشال ان شاء الله وهوريكم على الناشف كل الحاجات دي هتنظف وهتبقى زي الفل دي طبعا الفلاتر بتاعت المكنسة بنشيلها خالص وبين شايفين يعني سيئة جدا لازم طبعا تتنظف حلو جدا في البنيو بتاعك بقى بتجيبي ملح لمون صديقنا الاساسي في التنظيفات وبتجيبي خل وبتجيبي سائل التنظيف بتاع القطباء وبتددي بقى ان انتي ترشي بقى مية او تحطي مية تكون زخنة وساعتها بتحطي بقى الفلاتر بتاعت الغسالة وبتسيبيها الفلاتر مع البلاستيك مع الحاجات الصغيرة اللي احنا بننظف بيها الستاير والحاجات دي كلها خلي بالكم وصفة تنظيف الستاير بتكون هي هي الوصفة بتاعت المسحوق الابيض مع ملح اللمون والبيكاربونات مش اكتر من كده مش اكتر من كده وبتمضف في الستاير بتبقى زي الفل دلوقتي بقى هننضف الخرطوم بتاع الغسالة حلو جدا وهنضف بقى المسحورة بتاعت الغسالة حلو الخرطوم بتاع المكنسة ومسحورة المكنسة كويس جدا وبتدي ان انا ادعك المكنسة من تحت عشان خاطر اشيل منها كل بواق الوبر بتاع السجاد طبعا لما احنا بنمسح او بنشد بيها السجاد طبعا ده كله بيتوبر فلازم ننضفها كويس جدا جدا وبالشكل ده طبعا عايز اقولك ازاي بقى المكنسة بتاعتك تبقى فواحة جوه البيت يعني هي تبقى فواحة يعني وانت بتكنسي بيها ما تطلعش ريحة الكهرباء اللي احنا بنشر معها لأ تطلع ريحة حلوة وجميلة ازاي ده هنشوفه دلوقتي بعد ما ننضف المكنسة بتاعتنا خالص خالص ونجففها من المية طبعا نشلنا الفلاتر ونضفنا الفلاتر شايفين هوريكم الوصفة بتطلع الفلتر اشطى يعني مش محتاج دعك ولا اي حاجة بصوا الفلتر طالع بعد ما انا حطيته في الوصفة ولا محتاج ان انا ادعك بس ان انا عصرته كده وشال كل الترسبات وكل الحاجات اللي فيه بالخلطة اللي انا عملتها وكده انا هيبقى نضفت المكنسة وخليتها حلوة وزي الفلتر تعالوا نعمل بقى معطر جوه المكنسة وتعالوا اقول لكم ازاي تنضفه السجاد على الناشف من غير ما تنقلهم المكان وطبعا الكيس المكنسة ده برضو لازم نحطه فيه نفس الخلطة بنحط مية برضو وبعد كده بنحط فيها ملح لامون وبنحط كمان خل وبنحط يا سلام كمان لو حطينا لو بعد ما نضفناه خالص نقعناه لمدة 10 دقايق في معطر ملابس بيخلي ريحة المكنسة حلوة جدا عايزين بقى نخلي ريحة المكنسة بتاعتنا طول الوقت حلوة وجميلة جدا بجيب كيس وحط فيه اي مثلا عندي مسك ممكن يكون مكعب مسك او اي حاجة بحطه جوه كيس المكنسة وبسيبها جواها او بخسل المكنسة بكيس المكنسة بمعطر بتطلع ريحة حلوة جدا طول ما انت بتكنسي بتحسي المكنسة كده عاملة ريحة حلوة زي كأنها فواحة جوه البيت بنحط جوه المكنسة شرط اساسي نحط فيها معلقتين من الرز جوه الكيس بتاع المكنسة معلقتين الرز يا جماعة بيخلوا المكنسة ما يبقاش فيها اي نوع من انواع البكتيريا وكمان لو عندنا اطفال صغيرة وبنيستخدم المكنسة طول الوقت المعلقتين الرز دول هيشيلوا مني اي نوع من انواع اللي ريحة اللي بتطلع من المكنسة الكهرباء وفي نفس الوقت كمان بيرفعوا كفائتها جدا في الشفط لانهم بيخلوا المكنسة تشفط حلو جدا جدا جربوا الطريقة دي طبعا بتركبوا المكنسة زي ما انتوا شايفين عايزين ننظف بقى السجاد بتاعنا هتجيبي كيس ملح بطريقة بسيطة جدا وترشيه على السجادة وتسيب السجادة ملح الابيض بتاعنا العادي وتسيبيه على السجادة لمدة نص ساعة وبعد كده تسحبي الملح من السجادة بالمكنسة الكهرباء فعلا هتشوفي بنفسك ان حاجة خرافية بجد السجادة هترجع جديدة كأنها لسه غط لها من العد المقسلة جربوا الطريقة دي وجربوا طريقة الغسيل ولولي رأيكم في الكومنتات واتمنى الوصفات تعجبكم وتنال على رضاكم وتنسوش بعد تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو ولو عجبكم الفيديو بتستفيدوا منه ياريت تشيروا الناس كتير تستفيد منه واستنوني في وصفات كتير ان شاء الله لسه بقى داخلين على حاجات احلى واحلى كل ده هشوفوه في قناة نرمين الماجد تحياتي لكم واشوفكم دايما يا رب على خير قريب